بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء يعطيكم العافية نلتق اليوم معكم بالحصة اللي هو أو بالدرسة الثانية والحصة الثالثة من وحدة العداد المركبة إن شاء الله في الدرسة الثانية رح نتعامل مع يعني العمليات على مجموعات العداد المركبة رح نتعرف كيف نعمل عملية الجمع عملية الطرح عملية الضرب وعملية القسمة يعني كيف لعددين مركبين بعد ما كنا تعرفنا بالحصة الماضية على العدد المركب وعلى الوحدة التخيلية وعرفنا بأنه أي عدد مركب بيكون مكتوب على صورة زد يساوي A زائد BI أو X زائد YI وهكذا وضع كيف حكينا إنه إلو جزء حقيقي وفي إلو جزء تخيلي في أي عدد مركب وضع كيف تعرفنا على شغلتي كثيرة في اليوم بدنا نعمل عمليات عمليات حسابية عملية جمع عملية طرح عملية ضرب عملية قسمة أكيد البداية راح تكون مع مين مع عملية الجمع مع عملية إيش الجمع في عملية الجمع عندنا هون تشبه عملية الجمع العدد المركب وطرحها عملية جمع المقادير الجبرية وطرحها يعني حيث تجمع الحدود المتشابهة مع بعضها البعض اللي جمع عددين مركبين وطرحهما وهكذا يعني مقصود في ذلك لو أنا كان في عندي العدد المركب AZ1 AZBI إذن هذا هو العدد المركب الأول وهذا هو العدد المركب الثاني كمراجعة سريعة ال-A وال-B هذولا منسميهم الوحدة إيش ماله عدد حقيقية وهذا هو المقدار الحقيقي وال-A مع ال-B منسميها ما-A اللي هو التخيلي أو الجدر الماينس واحد هلأ حتى أجمع Z1 مع Z2 هاي اللي هون لازم أجمع ال-A مع ال-X ها ال-A مع ال-X ولازم أجمع ال-B هاي اللي هون مع ال-Y خلص احنا اجمعناهم بنفس الطريقة لو بدأت رحهم بدأقول ال-A ناقص ال-X ها شايفين كيف زاد ال-B ناقص ال-Y خلص هي كم نكون احنا برضو جمعناهم بكل بساطة وكل أريحية وكل سهولة إن شاء الله جيد لحد لك هذا هو التعريف اللي اشتغلنا عليه الأمثلة هي اللي بتتوضح لنا كل هاي العمليات جد مجموعة العددين المركبين فيما يعليه نركز مع بعض واضح كيف أنا في عندي الآن سبعة زائد اللي هي ايش ثلاثة آي ها هو الأدد المركب الأول الآن هون ثلاثة زائد ثمانية آي إذا بدنا نجمع لكم إياهم أكيد رح يكون نجمع السبعة اللي هون مع الثلاثة اللي هون إذا الناتج بدي يكون عندي عشرة في بينهم إشارة ايش في بينهم إشارة جمع في بينهم إشارة ايش ما له جمع يعني شو بنا نجمع؟ بنجمع الثلاثة مع الثمانية إذا ثمانية احداش آي إذا هيك منكون حصلنا عشرة زائد احداش آي بنفس الطريقة هون في عندي العدد المركب الأول هو حقيقي سميناه حتى الحصة الماضية اللي هو حقيقي نقي يعني ما فيه تخيل يعني وستة نقص ثمانية آي الآن إذا بدنا نجمعهم مع بعض بدنا نجمع الخمسة مع الستة يساوي 11 وأكيد هنا ما فيه تخيل إذا بدي يظل عندي سالب ثمانية آي هيك منكون جمعناهم مع بعض تصوروا لي هون الآن هذا هو المقدار الأول وهذا المقدار الثاني هنا بدنا نجمع أربع أكيد هون يعني إذا بدكم تكتبونا إياها الأربع مع السفر لأنه انتبهوا حتى ما تغلطوا هو هون أربع ناقص ثلاثة آي مجموعة مع مين السفر زائد خمسة آي لأنه الحقيقة يبدو مش موجود صح ولا لا أو سفر فبنجمع الأربع مع السفر وحيطلع عندي هون أربع ونجمع السالب ثلاثة زائد خمسة زائد اثنين آي هيك منكون حصلنا الموضوع بكل بساطة بكل سهولة ويسور طريقتها سهلة جدا إن شاء الله خلينا أورجيكم الثلاثة هاي يما طلعنا لكم إياهم بكل بساطة إن شاء الله نيجي الآن على مين على الآي قوة ثمانية وستين زائد الآي قوة ستة وستة يعني بدنا نجمع لكم الآن آي قوة ثمانية وستين مع الآي قوة ستة وستة الآي قوة ثمانية وستين هاي ها بدنا نحاول نعمل لكم إياها كالتالي نفسر لكم إياها كيف خذوا لي الثمانية وستين قسموا لي إياها على اثنين فبديت طلع عندي آي زي ما تعلمنا الحصة الماضية آي تربية وأكيد الثمانية وستين ثلاثين وأربعة آآ أربعة وثلاثين ثلاثين هاي أربعة وثلاثين قوة ثلاثة ثلاثين. الآن الآية التربية اللي هي سالب واحد. سالب واحد قوة اربعة وثلاثين. اكيد دي يكون موجب واحد. وسالب واحد قوة بدي يطلع سالب. اذا الناتج النهائي شو بدي يطلع عندي? بدي يطلع صفر. اذا اعتمد على حصة الدرس الماضي ان شاء الله في العملية اللي اتعلمناها الحصة الماضية. طيب. اطلعوا لي هون. في السؤال اللي بعده هذا. انا شو فيه عندي هون? في عندي اي. كوة واحد. بعدين اي تربية. بعدين اي كوة ثلاثة. بعدين اي كوة اربعة وخمسة. ظلنا نمشي لعند الاي كوة خمسين. الان ايش اللي بدي يصير عندي كالتالي انا? احنا في عندنا اي. هاي واحد. بعدين اي تربية. اللي هو هنا تبقى اي. لكن هاي تعتبر سالب واحد. بعدين هاي سالب اي زي ما تعلمنا الحصة الماضية. بعدين هاي زاعد واحد. هلا الاي كوة خمسة. شو اصلها? اصلها اي كوة اربعة اللي هي واحد. في اي. يعني ترجع اي. رجعت اي. بعدين اي كوة ستة اللي هي اي. قوة اربعة. صح ولا لا. اللي هي واحد. في اي. لكل تربية. لكل تربية. يعني سالب واحد. اذا معنى ذلك اي اي سالب واحد. وهك يعني انا طلعت عندي واحد. بعدين اي اي سالب واحد. سالب اي واحد. وكأنه اللي هون بيشتب اللي هون واللي هون بيشتب. فاول اربع حدود بتشتب بعض. الان اللي بعد هيك برضو راح تشتب بعض. اذا انا بدي اشوف شو العدد اللي اصغر من ثمانية من خمسين بيقبل القسمة على اربع. اللي هو ثمانية واربعين. الا اللي عند ثمانية واربعين شطبات بعض. يعني اول اربع بعدين كمان اربعة ثمانية. بعدين اربعة اثناش. ستاش عشرين. اذا عند ثمانية واربعين شطبين بعض. اذا حقيقة الشغل وين بدي يكون عندي? عند الحد تسعة واربعين وعند الحد خمسين. هذول هما الحدين. الحد تسعة واربعين اللي هو شو راح يكون عندنا? راح يكون عندي اي. هاي تسعة واربعين راح يكون اي. والخمسين راح يكون عندي سالب واحد. اذا الجواب اي ناقص واحد. اي ناقص واحد. اذا شغلتها بسيطة جدا. كيف نتعامل معها. وكيف نشتغل نشتر عليها. انا نعيد لكم اياها. حكيت لكم طالما العملية عملية جمع. فانا بدي اخذ الاي. بعدين الاي تربيع سالب واحد. بعدين الاي تكعيب سالب اي. بعدين الاي كوه اربعة واحد. فبيشتبوا بعض. الاي بتشتب السالب اي والسالب واحد بتشتب واحد. هلا خمسة ترجع الى نفس الاي. ستة اي كوه ستة. الاي تربيع. سبعة. اي تكعيب. ثمانية اي كوه اربعة. فبصير كل اربعة بيعملوا دورة جديدة. وهكذا. فانا بجيب بحكي. طب لعندي الخمسين. شو العدد اللي بيقبل القسمة على خمسين. بس يكون خمسين فما دون. عفل. بيقبل قسمة على اربعة فبيكون خمسين فما دون. خمسين لا. تسعة اربعين لا. اذا ثمانية واربعين. ثمانية واربعين اشتبونا اياها. وخلونا ايش مالو? خلونا التسعة واربعين وخمسين. فبتزبط الامور بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة جدا. بنحصل في الاخير على اي ناقص واحد. اي ناقص واحد. نروح الى خصائص. خصائص بتفيدني انه نكون فهمين العملية اللي احنا بدنا نشتغل عليها. خصائص على وين? على عملية الجمع. هلأ فيه خاصية كثير اسمها خاصية تبديلية. الخاصية التبديلية انه لو احنا اخذنا عدد مركب اول زائد ثاني وجمعناهم او الثاني زائد الاول بطلع نفس الجوار. يعني لو اخذنا زيد وان زائد زيد تو. او اخذنا زيد تو زائد زيد وان. اذا تمتازه. اذا تمتاز هذه المجموعة عملية الجمع بالخاصية التبديلية. الخاصية التجميعية نوع من التوضيح لكم. شو معنا? انه لو اخذنا ثلاث اعداد. وجمعنا العدد الثاني والثالث. والناتج جمعناه مع الاول. او جمعنا الاول مع الثاني. والناتج جمعناه مع الثالث. بطلع نفس الجواب. هاي بنسميها الخاصية التجمعية. بنسميها الخاصية التجمعية. اما النظير الجمعي. اما النظير الجمعي. الان لكل زد تنتمي. يعني لكل العدد اذا كان زد ايش بيساوي? اي زائد بي اي. اه? فالنظير الجمعي شو بيعطيني? ماينس زد. شو بيساوي? ماينس اي زائد بي اي. ليش? لاني انا لما بدي اجمع بدي يطلع عندي زد. زائد ماينس زد. اه? اجمع حما بعض. لازم يطلع الجواب يساوي ايش? صفر. هذا هو اللي هو لما بنجمع السفر لاي عدد زي اه بيعطيني نفس العدد. يعني مثلا احنا بنحكي. خمسة زائد سفر خمسة. وهذا بنسميه انصر محايد او او المحايد في عملية الجمع. وذا كيف? فالسفر هو الانصر المحايد. فالنظير الجمعي لما بدي يعطيني الانصر المحايد. شو اللي بدي اجمعه? فقط بغير الاشارات. فقط بغير اشماله? فقط بغير الاشارات. بتكون الامور جدا بسيطة وجدا سهلة ان شاء الله. طيب. هذا بالنسبة للعملية الجمع. طرح اي عدد مركب من اخر يساوي حاصل جمع العدد المركب الاول مع النظير الجمعي للعدد الثاني. يعني كيف? يعني طريقة بسيطة جدا. انا عندي هذا. سبعة زائد ثلاثة اي. حتى يعني نطرحهم من بعض. هي الشغلة بسيطة جدا. نحكي سبعة ناقص ثلاثة يساوي اربعة. وثلاثة اي ناقص ثمانية اي هي سالب خمسة اي. او بطريقة ثانية كتبنا لكم اياها بطريقة ثانية. شو حكينا? انه تحولونا الطرح هنا لعملية الجمع. هاي جمع. بس الان المطروح هذا خذوا اللي هو المحايد. فبصير عندنا بدل ثلاثة زائد ثمانية اي. ناقص ثلاثة ناقص ثمانية اي. فبتصير عملية عملية جمع. فبطلع الجواب سبعة. ناقص ثلاثة اللي هي بطلع عندي اربعة. وفي نفس الوقت ثلاثة اي. ناقص ثمانية اي. بطلع عندي سالب خمسة اي. الان هيك احنا منكون طلعنا الجواب بكل اريحية. بكل ايش اريحية. طلع كيف? في مثل هذا المثال. نقدر برضو بنفس الاسلوب بنفس الطريقة. نحكي الان خمسة. والطرح شو بصير عندي جمع هون? وهنا مباشرة نغيل الاشارات. يعني بصير. ناقص مع زائد. ناقص مع زائد. خلص. اجمعوا لي خمسة مع سالب ستة. اجمعوا لي خمسة مع سالب ستة. فبدي يطلع عندي هون الجواب اللي هو سالب واحد. واجمعوا ان اصلا ما فيش إلا ثمانية اي. اذا بطلع عندي سالب واحد زائد ثمانية اي. امورها بسيطة جدا وسهلة جدا ان شاء الله. ننتقل لا كمان شيء جديد. ياه. الان في السؤال الجديد اللي بنا نتعامل معه. طلعونا هون. بحكي لي جد حل المعادلات التالية. انا معطيني معادلة اثنين ناقص ارباعي. مجموعة على مجموعة اسمها اكس. وسالب خمسة زائد اي. حتى تجمعوا هاي المجموعة. شو رايكم نمسك هذ العدد المركب. بنبعته على الجهة الثانية. اذا بعتناه على الجهة الثانية يعني كأنه جمعنا له نظير الجمع يعني. واضح كيف? بطريقة بسيطة جدا. بثبت الاكس هون هاي. هذا الاكس. هاي ثبتناه الكومياه هون. وسالب خمسة زائد اي موجود في مكانه. اذا بعتت هاي على الجهة الثانية اللي هو اثنين ناقص ارباع اي. راح تصير سالب اثنين زائد ارباع اي. يعني انا شو اللي عملت لكم اياها في الخطوة هاي. يعني اثنين ناقص ارباع اي. جمعت لها سالب اثنين ناقص الارباع اي. طب لما نجمع لها زائد بثنين زائد الارباع اي. بتصير عندي هون سفر. وكأنه هاي بتشطب اللي هون. فبتنتقل على الجهة اللي هون. الان صفت الامور اكس بتساوي. عملية جمع عادي. سالب خمسة. جمع لها مع سالب اثنين بيطلع سالب سبع. والاي يجمع لها مع اربع اي بيطلع خمسة اي. اذا امورها بسيطة وسهلة جدا ان شاء الله. كمان سؤال. طلعوا كيف? انا عندي هون. الآن خمسة زائد سبع اي زائد اكس. بتسوي ثلاثة زائد اثنين اي. فبتولي اي اكس هي ثبتنا لكم الاكس هون. مكانها. اما بنحمل هاي بنوديها على الجهة الثانية. والخمسة زائد سبع اي. بتصير سالب خمسة ناقل سبع اي. او انه على الجهة اللي يصار بنجمع لها سالب خمسة زائد سبع اي. عشان اللي هون تشطب اللي هون. واللي بعتها على الجهة الثانية. بتكون الامور جدا بسيطة. وجدا سهلا ان شاء الله. اجمع اولي الثلاثة مع سالب خمسة بيطلع سالب اثنين. وجمع اولي اثنين مع سالب سبعة. بطلع عندي سالب خمسة. فهيك بنكون طلعنا المقدار بكل اريحية. وبكل بساطة ان شاء الله. اذا عملية الجمع وعملية الطرح. اتوقع انها من العمليات البسيطة جدا. والسهلة جدا. مش متعبة عليكم نهائية. في عندكم تمرين راح يكون. اللي هو نفس الشيء كيف نتعامل. كيف نجمع المقادير. اشتركوا في القناة